ازاي تعرف ان البطارية بتاعة الايفون بتاعك كويسة ولا لا في بعض الناس بتسأل بتقول انا البطارية بتاعتي 90% انا البطارية بتاعتي 85% و انا مش عارف هل دي نسبة طبيعية وويом الناس دي مش مظبوطة وفي ناس تانية بتقول انا كنت ب先سخدم الايفون بتاعي ونسبة البطارية كويسة جدا ونفاش اي مشكلة وفجأة لاتها بتنزل بسرعة قوي و انا حاس ان في حاجة غلط هنا فيه سؤالين مهمين السؤال الاولاني هو أنا أصلاً نسبة البطارية دي نسبة كويسة ولا لا والسؤال الثاني ويمكن ده الأهم أنا أصلاً إزاي أحافظ على البطارية بتاعت الآيفون بالنسبة الأولاً اللي هو السؤال بتاعه هو أنا نسبة البطارية بتاعته دي كويسة ولا لا أبل في موقعها الرسمي بتقول إن بعد 500 دورة شحن نسبة البطارية بتنزل لحد 80% يعني الـ 500 دورة شحن دول بيستهلكوا 20% من البطارية بتاعت الآيفون طب يعني أصلاً دورة شحن دورة شحن دي معناها انك انت استهلكت من البطارية بتاعة الايفون بتاعك 100% يعني هنفترض انك انت شحنت الموبايل بتاعك 100% وبعد كده استهلكت منه جزء وليكن 50% خلاص احنا استهلكنا 50% ورجعت تاني يوم شحنت الموبايل بتاعي 100% أو 90% ايا كان وبعد كده استهلكت 50% تانيين ال50% اللي انا استهلكتهم من بارح وال50% اللي انا استهلكتهم النهاردة دول على بعض 100% دي معناها دورة شحن كاملة طيب اعرف منين عدد دورات الشحن بتاعة الموبايل بتاعك هو الفكرة ان ما فيش طريقة مباشرة يعني ما ينفعش تدخل مثلا على الاعدادات بتاعة الايفون وتشوف عدد دورات الشحن بس فيه شورتكات او اختصار هتنزله على الموبايل بتاعك وهيخليك تقدر تعرف عدد دورات الشحن بتاعة الموبايل بتاعك اللينك بتاع الاختصار ده هسيبه تحت الفيديو وكمان هحطه في QR كود في اخر الفيديو وتقدر تبقى تاخد سكرينشوت منه لو بتتفرج على التيك توك او الانستجرام ممكن تاخد سكرينشوت علشان تدوس عليه وتروح على الشورتكات على طول دلوقتي تعالى اوريك الشورتكات او الاختصار ده بيشتغل ازاي طيب كل اللي هتعمله هتدوس على اللينك بتاعة الشورتكات وبعد كده هتدوس على get shortcut كده وداني على الابليكيشن او التطبيق بتاع الاختصارات هدوس add shortcut كده خلاص battery checker اضاف عندي في الشورتكات اول ما هتضاف عندي هروح على الاعدادات وبعد كده هنزل على privacy and security وهنزل تحت على analytics and improvements analytics data وبعد كده هدور على الفايلات اللي اسمها analytics بس هشوف احدث فايل فيهم هنا احدث فايل فيهم اللي هو بتاريخ 7-2 فهدوس على الفايل ده وبعد كده زراري الشيري اللي فوق ده هدوس عليه هنزل تحت هلاقي الشورتكات موجود هيطلب مني نوع الجهاز هقول له iphone iphone 12 pro max هنا جاب لي شوية بيانات عن الايفون اهمهم او اللي انا عاوزوا دلوقتي اللي هما cycle count او عدد دورات الشحن اللي هما 332 دورة شحن طيب انا كده الشورتكات جاب لي ان انا عندي 330 دورة شحن وابل بتقول ان كل 500 دورة شحن البطارية بتنزل لحد 80% 330 دورة شحن على المقياس بتاع ابل المفروض ينزلوني لحد 87% البطارية نسبتها عندي جوه الاعدادات 86% ده معناه ان انا ماشي كويس جدا البطارية ماشي كويس جدا زي ما الكتاب بتاع ابل بيقول يبقى انا كده اطمنت ان انا نسبة البطارية بتاعتي في الحدود المعقولة بتاعة ابل طيب السؤال التاني وده سؤال مهم جدا ازاي حافظ على العمر البطارية ما خليهاش تنزل بشكل سريع بص يا سيدي اول حاجة واكتر حاجة بتأثر على العمر البطارية هي درجة الحرارة ان الموبايل يسخن انك انت تحط الموبايل مثلا في الشاحن في العربية تحت اشعة الشمس المباشرة وطبعا الصيف درجة الحرارة بتبقى عالية جدا وده بيخلي الموبايل يكون سخن وهو بيتشحن وده على الماضة الطويل بيقلل عمر البطارية لما الموضوع ده يتكرر كتير او ده يبقى لايف ستايل بتاع الشحن بتاع الموبايل تأكد ان عمر البطارية هيقل بشكل سريع جدا فحاول تتجنب الحاجات اللي ممكن تسخن الموبايل علشان ما يقللش العمر بتاع البطارية حاجة تانية انك انت ممكن تستخدم اكسسوارات مش اصلية يعني تستخدم شاحن او كابلات مش كويسة انت مش عارف مصدرها وبالتالي الكهرباء اللي بتطلع من الشاحن مش مزبوطة فلو انت مش هتجيب الشاحن الاصلي يعني ان عارف الشاحن الاصلي بيكون غالي ممكن تجيب شاحن من شركات كويسة او محترمة دي بتكون ضامن ان الكهرباء اللي طلع منها كهرباء مزبوطة وان هي مش هتضوز الموبايل بتاعك حاجة كمان اخيرة لو عندك ايفون مش هتستخدمه عينه عشان هتبيعه او هتعمل بيه اي حاجة في اي وقت حاول دايما يكون مشحون 50% ما يكونش مليان على الاخر ولا يكون فاضي على الاخر ده بيحافظ على عمر البطارية بتاعة الايفون واخر حاجة خلي استخدامك طبيعي جدا يعني ما تتعاملش مع الايفون ده انه هو طفل صغير تأثر على العمر بتاع البطارية اللي هي درجة الحرارة او شواحن مش مزبوطة فيما عادة كده استخدم الموبايل زي ما انت عايز وبرحبك ما فيش اي مشكلة ما تنساش تقولي في التعليقات نسبة البطارية عندك في الموبايل كام وعدد دورات الشحن اللي طلعت جوء الاختصار كام